اشهد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشرى بمضامين كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء وما أكد عليه سموه من حرص كبير على استدامة العمل الحكومي وفق برامج وخطط متعددة تحقق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وشعب البحرين الوفي مؤكدا معاليه أن المجلس سيواصل تعزيز العمل المشترك مع الحكومة الموقرة وترسيخ نهج التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الوطنية المختلفة ولفت رئيس مجلس الشرى إلى أن كلمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء تعبر عن عزيمة صادقة وثوابت راسخة لدى سموه للاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية برؤى متطورة من خلال تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية مشيرا إلى أن سموه سيكون بإذن الله خير خلف لفقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي سخر عمره لنهضة البحرين وتقدمها وأعرب معالي رئيس مجلس الشرى عن الثقة العالية في الخبرة الواسعة والكفاءة المتميزة التي يمتلكها سمو ولي العهد رئيس الوزراء وإدارته الحكيمة للعمل الحكومي بكل جدارة واقتدار مثمنا قيادة سموه لفريق البحرين والعمل بمسؤولية وطنية لترسيخ النهضة الشاملة لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر